بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه في هذا الجزء من مادة التحرير العربي وهو الجزء الأخير سنشرح إن شاء الله تعالى الكتابة والمراد بالكتابة هنا هي الكتابة العلمية والأدبية وسندرس خمسة أصناف من أصناف الكتابة العلمية والأدبية هي كتابة الرسالة وكتابة المقالة وكتابة البحث العلمي وكتابة التقرير وكتابة التلخيص وهذه الأنواع الخمسة هي أشهر أصناف الكتابة الأدبية والعلمية وتمهيداً لهذه الأصناف الخمسة التي سندرسها تباعاً في عدد من الحلقات سندرس الشروط الموضوعية للكتابة والمراد بهذا العنوان الشروط الموضوعية للكتابة الشروط التي يجب أن تتوافر في الكاتب الذي يتصدى للكتابة العلمية والكتابة الأدبية سواء كان من الكتاب الذين يكتبون في أكثر من صنف من هذه الأصناف أو كان من الكتاب المتخصصين في صنف واحد كأن يكون من كتاب المقالة فقط وعلى كل حال فلابد من توافر هذه الشروط في كل من يتعرض للكتابة سواء كتب في أكثر من صنف أو كتب في صنف واحد من هذه الأصناف نتعرف الآن على أهم الشروط الموضوعية للكتابة وكما قلت قبل قليل أي الشروط التي يجب أن تتوافر في من يتصدى للكتابة الشرط الأول هو أعم هذه الشروط الخمسة كما ترون إذ يشترط في الكاتب الثقافة الواسعة والقراءة والاطلاع وهذا الشرط هو من الشروط العامة التي يجب أن تتوافر ابتداء قبل أن يبدأ الكاتب في نشر كتاباته للناس قبل أن يبدأ في ممارسة الكتابة العلمية والأدبية لا بد أن يتسلح بالثقافة الواسعة والقراءة والاطلاع ثم إن هذا الشرط لا يتوقف بابتداء الكتابة العلمية والأدبية بل إنه يستمر فهو مطلوب ابتداء ويطلب من الكاتب أيضا أن تتوازى القراءة والاطلاع والثقافة والمتابعة مع ممارسته للكتابة العلمية والأدبية لأن العلم والثقافة متجددة ولا بد أن يطلع على كل ما يجد في الشأن الثقافي الذي يكتب فيه لذلك الثقافة الواسعة والقراءة والاطلاع هو شرط كلي لا بد أن يتوفر في الكاتب الذي يمارس الكتابة العلمية والأدبية ننتقل إلى الشرط الثاني نجد أن الشرط الثاني أخص من الشرط الأول لأن الشرط الأول شرط عام في حين أن الشرط الثاني شرط خاص وهو فهم الموضوع الذي يكتب عنه فهما جيدا فهو بعد أن يتسلح بالثقافة العامة والقراءة والاطلاع ثم يتصدى للكتابة عن موضوع بعينه فإنه لا بد أن يفهم هذا الموضوع وأن يجري الاستطلاع والبحث والتحري وجمع المعلومات حتى يتمكن من فهم هذا الموضوع فهما جيدا قبل أن يبدأ هو في كتابة ما يراه في هذا الموضوع مما يدخل في فهم الموضوع هو أن ينظر ما كتبه الآخرون ما كتبه غيره من الكتاب في هذا الموضوع الذي يكتب عنه نضرب مثالا يتضح به الأمر لنفرض أن عندنا كاتب يتصدى للكتابة في الشأن الاجتماعي أو في الشأن الوطني وأراد أن يكتب عن موضوع الإرهاب مثلا والتغرير بالشباب وإقحامهم في الأفكار المتطرفة التي تفضي بهم إلى جحيم الإرهاب فإنه بالإضافة إلى الثقافة الواسعة والقراءة والاطلاع في معرفة أحكام المواطنة وأحكام الولاء ومعرفة الأفكار الشرعية والأدلة الشرعية والأحكام الشرعية في هذا الموضوع هذا أمر عام فإنه يحتاج إلى فهم خاص لهذا الموضوع الذي يكتب عنه حين يكتب عن الإرهاب مثلا فإنه لا بد أن ينظر في هذا الموضوع نظرا دقيقا ويفهمه فهما جيدا من الناحيتين الشرعية والاجتماعية قبل أن يبدأ في كتابة هذا الموضوع لنفرض أنه سيكتب عن شأن اجتماعي كمشكلة غلاء المهور مثلا فإنه بالإضافة إلى الثقافة الواسعة التي تمكنه من الكتابة في هذا الشأن الاجتماعي الذي يهم كل شاب وكل فتاة فإنه لا بد أن يفهم هذا الموضوع فهما جيدا بالبحث عن أسباب غلاء المهور وإجراء استطلاعات للرأي ومعرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى ذلك قبل أن يبدأ في الكتابة لا بد أن تسبق عملية الكتابة عملية لجمع المعلومات والتحري ورصد الأفكار قبل أن يبدأ في عملية الاستنتاج وصياغتها وتقديمها للناس في شكل مقالة أو في شكل بحث علمي أو في شكل تقرير إذن عندنا الشرط الأول شرط عام والشرط الثاني شرط خاص بالموضوع الذي يكتب عنه ننتقل إلى الشرط الثالث فنجد أن هذا الشرط هو شرط يتعلق بمدى إيمان الكاتب وشعوره بالموضوع الذي يكتب عنه وهو الإيمان الصادق بالموضوع والإخلاص في تناوله لأن الذي لا يؤمن بأفكاره لن يستطيع أن يقنع الناس بها لذلك لا يمكن أن تتحدث عن غلاء المهور وأنت لا تؤمن بضرورة تخفيض المهور وتيسير عملية الزواج على الشباب والشابات لا يمكن أن تقنع الناس بما تقول إذا تحدثت عن غلاء المهور وأنت لا تمتلك الإيمان الصادق الذي يدفعك إلى التعبير عن هذا الموضوع تعبيرا صادقا عميقا يظهر أثره في لفظك ويظهر أثره في سلوكك أنت أولا قبل أن تطالب الآخرين باتباع ما تدعو إليه لذلك قالت العرب لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه لأن الذي ينهى عن خلق سيء ويقوم بارتكابه فهذا يعني أنه لا يمتلك الإيمان الصادق بما يدعو إليه هذا يعني أن الأفكار التي يدعو إليها غير أن هذه الأفكار غير نابعة من قناعة تامة في داخل الكاتب أو الداعي أو المنظر الذي يدعو إلى تلك الأفكار إذن عندنا شرط عام ثم شرط متعلق بالموضوع ثم شرط يتعلق بعقيدة الكاتب وشعوره وإيمانه بما يكتب ننتقل إلى الشرط الرابع فنجد أن هذا الشرط ينظم علاقة الكاتب بالفئة المستهدفة بكتابته العلمية أو الأدبية وهذا الشرط هو مراعاة مقتضى حال المخاطب به أي المخاطب بالمقالة أو المخاطب بالرسالة أو المخاطب بالبحث العلمي ولا بد أن يكون لدى الكاتب القدرة على مراعاة مقتضى الحال لأن هناك فرقا شاسعا بين أن تكتب بحثا علميا لا يقرأه إلا المتخصصون في هذا المجال وبين أن تكتب مقالة اجتماعية تستهدف فيها المجتمع بكل شرائحه واطيافه والمراد بمراعاة مقتضى الحال أنك إذا كتبت للفئة المتخصصة فإنه يجب أن تكون اللغة التي تكتب بها لغة علمية محكمة في حين أنك إذا خطبت المجتمع كاملا في حين أنك إذا خطبت المجتمع كاملا فإن اللغة يجب أن تكون واضحة والأفكار بسيطة وغير معقدة الشرط الخامس هو إتقان قواعد اللغة والإملاء لأن الكاتب حين يقدم أفكاره فلابد أن يقدمها في لغة واضحة ولابد أن تكتب بلغة خالية من الأخطاء الإملائية تماما ونلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله